السلام عليكم معكم مصطفى بنقرات مستهبونتك. حلقة النهرة ده الحلقة التالتة من سلسلة الحلقة دردشا. الحلقة دي احنا نتكلم فيها عن عودة اعلانات اليوتيوب. هل اعلانات اليوتيوب دي رجعت? انا طبعا في الحلقة دي مش محدد انا Vall et kira ومحددوا معي دليل ان في اعلانات في اليوتيوب. لان انا النقرات عندي زادت بشكل كبير متقوليش بقى ان النقرات بدأت تزيد لان انا بدأ يجي لي مشاهدات لا. انا ايام ما كان بيجي لي مشاهدات في الفيديوهات دي. ايام الفيديوهات دي لهم اول الفيديو ده. والفيديو سانية واحدة. الفيديو ده. من اول الفيديو ده. طول ما انت ماشي كده. طول ما انت ماشي ماشي ماشي. لحد تقريبا الفيديو ده. ده او دي بحق السريع عربعة. كل اللي فات ده اللي انا وردته لك ده الفيديوهات دي كلها كان بيجي لعليها كسبت عليها بالزبط تلاتة دولار. طمم الفيديو ده ا 우린 كلها 6.3 دولار. من اول فيديو ده لحد هنا لحد دلوقتي بس أو ممكن مش من اول فيديو ده كمان ممكن يكون من اول فيديو ده. طمم و انا كسبان لحد دلوقتي اتنين دولار ونصف. طمم. بدأت الاعلانات تزيد عندي وبدأ ظهور الاعلانات تزيد عندي من اول فيديو ايه? من اول الفيديو ده. ربحة السريعة خمسة. بدأت فعلا احس ان في اعلانات زادة احس ان في نقرات. بدأ يبقى عندي 20 نقرة يوميا 30 نقرة 15 نقرة و السعر النقرة بدأ يزيد بدأ يبقى 3 سنت 4 سنت 2 سنت بدأ ما كان كلها وحد سنت كان في كل الفيديوهات الي فاتيت يا شباب كان عندي مثلاً 34 نقرات او 6 نقرات في اليوم وسعر النقرة واحد سنت طمام يعني مفيش ربح مفيش ربح مطلح يبقى مفيش أما دلوقتي بدأ يبقى تغيير تمام بدأ يبقى عندي عشرين نقرة خمسشر نقرة وكل نقرة تمامها اربعة سنت ثلاثة سنت انا بس كنت نفس اوريها لكم ولكن احاول اوريكم النقرات بسبب طبعا ده مخالف مخالف بشكل كبير يعني اليوتيوب ما بيسمحش بحيثة دي ان انا يعني افتح لكم اتسنت وكده فالموضوع صعب ولكن ان شاء الله هحاول احطها لكم في صورة تمام يعني النقرات يا شباب بدأت تزيد فالسؤال هنا بقى هل دي بشرة من اليوتيوب بحيث قدوم رمضان ان بدأ في مؤلين المؤلين ز كانت لازلتو فعلا انا فعلا بدأت اشوف اعنات قابلة للتخطي انعوعة كتير باقي تمام بنوع كتيرة جدا من اعنات القابلة للتخطي هل ده هو السبب في النقرات مع ت PL ليس ان الناس يا جماعة بتسيب اعنات قابلة للتخطي دها هما خمس ثوان بس ضبط وبعد كده بتقوم ضغط على اسكيب اعد او تخطي الالان مع تكرتش انه فيه ناس بتسيبها كلها عشان يحسيبني النقرة او يحسيبني النقرة في الاعلان مع تكرتش اكيد يا شباب اكيد اكيد فيه اعدانات بدا ت تظهر في بلاد معينة. انا لحد الوقت عندي في مصر ما فيش اي اعلانات اللي بتظهر عندي الاعلانات قابلة لتخطي وغير قابلة لتخطي. تمام? اكيد في اعلانات ظهرت في بلاد تانية. ممكن يكون في الوقت المتحدة. ممكن يكون ظهرت اعلانات في بلاد تانية خالص. تمام? بلاد سورة العربية او غير الوطن العربية. يا ريلا شباب الناس يتفرج عليها لو ظهر عندكم اعلان. اللي هو الاعلان المربع. المربع اللي بيزهر تحت الفيديو او بيزهر في الجزء الاسفل من الفيديو. يعني المربع او ظهر لك اعلان في الجنب على يومين او على الشمال على حسب. يعني اللي بظهر لك في الجنب فوق هنا كده. ياريت تقول لي. ياريت تقول لي وتقول لي البلد اللي انت فيها. عشان الناس اللي سابت اليوتيوب تبدأ ترجع بقى. اليوتيوب تبدأ ترجع لشغلها. مرة تانية ان فعلا بدأ يبقى فيه اعلانات وفعلا بدأت الارباح تزيد بشكل كبير 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 كبير. تمام? ana زي ما قلت لك الارباح في الشهر اللي فات مفيش خالص. خالص. لكن في ارباح الشهر دة والارباح بتاع الشهر دة بدأت تزيد يومي وبشكل كبير تمام? بدأت بتزيد بتزيد بتزيد. يعني انا الانهاردة بس كاسبان دولار. النهاردة كسبان دولار. لحد الرئيس. من اليوتيوب. معنى كده ان في عل accumulate معنى كده. معنى كده بتضغط. ان في حاجة. في حاجة غريبة في اليوتيوب بدأت يجيب اعلانات فعلا. اتمنى بس هكون افدتكم في الحلقة السريعة دي. اتمنى بس آآ الناس اللي عندها قناة يوتيوب. الناس اللي سابت اليوتيوب بسبب الاعلانات بسبب الشهر اللي فات. اتمنى الناس كلها دي ترجع لليوتيوب. الناس كلها تبدأ تعمل قناة يوتيوب اللي ما عملتش واللي فاكن اليوتيوب مش مربح. اليوتيوب مربح جدا. افضل من اختصار رعاوت وافضل من رفع الملفات هو بالكلام ده كله يعني الكلام ده كله فاضي هو اليوتيوب بس هو اللي في كل حاجة فاليوتيوب هو افضل وسيلة انك ممكن تربح منها عن انترنت يعني طبعا فيه سي بي اي وفي حاجات كيتي��و ممكن تربح منها تمام لكن اليوتيوب من برضه هيعد من افضل وسائل انتما يا شباب فاتمنى كل الناس كل الناس اللي احبطت من اليوتيوب وسابت اليوتيوب والناس دي كل هاته ده ترجع الاعلانات بدأت تظهر يا شباب انا مش معايا د różnych الان في اعلان ظهر قدام لان من تعريبا في مصر الاعنات ما ظهرتش او ممكن هتظهر في رمضان ولكن فعلا فيه اعنات بتظهر عند دول تانية ولو مفيش اعنات بتظهر فارجو ان حد يفهمني ليه النقرات بتزيد عندي ما تقوليش عن الناس بتسفرج اعنات الكابلة التخطي والغير كابلة التخطي وبيضغطوا على الرابط وكده ويديت احتيسيب لنقرة لا اعن فيش الكلام ده تمام اعتقد اني اكيد بإذن الله يكون في اعنات ظهرت في بلاد معينة اكيد زهر اي احاجة من اليوتيوب لو حاد يسأل زاهر لي اي احاجة من اليوتيوب ان اليوتيوب الانيوتيوب قل محدي فيش اي حاجة ظهرت تمام ولكن انا سبيا 묻 بقولك انه قراطة عندي لزادت انا مستغرب من الموضوع ده مستغرب من الموضوع ده كنت بكسب اتنين سنت تتاكت سنت اربعة سنت الشارقة فات والشارقة� ده كتبان دولار النهاردة بس فاكيد في ربعا في الانيوتيوب اكيد في غير تمام كان معكم مصطفى ان قراطة مستمودك هتمنى الفيديو ده لو استفدت منه هتمنى بس تكون انت استفدت منه اول حاجة لازم تعمل شير الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس اللي عندها كنوات يوتيوب والناس اللي احبطت من عدم ظهور الاعنات. تاني حاجة تنساش تعمل لايك للفيديو ده. كانا معكم مصطفى انقراط مستمودك. مرة تانية شوفك شوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.